خلال ندوة مشتركة عقدت في السفارة اللبنانية بعمان حول السياحة الدينية في الأردن واللبنان أكدت مديرته مشروع السياحة الثقافية برئاسة مجلس الوزراء اللبناني رولا صيداني أن لبنان يعتز بصداقته مع الأردن حيث تجمع البلدان الأخوة والصداقة والعيش المشترك موضحة أن الأردن صباق في وضع تصور لتطوير السياحة على مستوى المنطقة والدول العربية وفي الترويج السياحي حيث استطاع في الآونة الأخيرة تحقيق قفزة نوعية بالترويج لسياحته من جانبها قالت وزيرة السياحة والأثار لينا عناب أن الأردن واللبنان تجمعهما ثقافة مشتركة في كثير من المجالات داعية كافة المؤسسات في البلدين إلى الترويج في هذا الإطار وأضافت عناب خلال كلمة لها بحضور السفيرة اللبنانية بعمان تريسي شمعون ورئيسي وعضاء الجالية اللبنانية في الأردن وعدد من المسؤولين أن علاقات البلدين تتسم بالتوافق والمحبة والتعاون في شتى المجالات داعية إلى تكثيف الجهود للترويج السياحي وإنجاح السياحة بين البلدين الشقيقين بكافة أنواعها وأجمع المتحدثون على أن السياحة الدينية في الأردن واللبنان موجودة منذ الأزل في ظل العيش المشترك لدى أبناء المجتمع الواحد طبعاً اليوم لما نحكي على السياحة الدينية أو نحكي على المواقع الدينية أو على أهمية الأردن دينياً بحكم المواقع الموجودة فيها سواء من السياحة الدينية المسيحية أو الإسلامية فطبعاً إحنا عماننا نحكي عن مقر الديانات وبالتأكيد هذا الحكي كمان بينطبئ على أراضي لبنان فكلنا في هذه المنطقة نحن أراضينا أراضي مقدسة وطبعاً هناك العديد من البرامج اللي ممكن أن نشتغلها مع بعض في تطوير وفي تعريف في أهمية المنطقة دينياً وكمان في إقامة البرامج الدينية والسياحية اللي ممكن أنها يتعرف أفضل وتجذب زوار أكثر للبلدين سواء الأردن أو لبنان